لما الأهل طلب الفار كان زار وكان مقلتة وكان اللي انت شفتوه لكن بمجرد التويتا الفار أو الزار بقى فار وبقى تكنولوجيا لتطوير اللعبة ما علينا إلا هيطبق الكابتن عصام عفتاح رئيس لجنة الحكام طيب ما نشوف ساعة لما الأهل طلب في بيانه كل الأطراف تطلع بمسؤولياتها لتطوير منظومة التحكيم وطالب باستخدام تكنولوجيا الفيديو رأيك كابتن عصام عفتاح وقتها كانية كانت العالم يستخدم الفار وكان هناك أخصاء باستخدام الفار البعض يتسلم على الفار لكن ما يعرضش إيه هي التكلفة إيه هي الأشياء اللي يجب أن تتوفر عشان نستخدم الفار هو غير الفلوس كمان الملاعب نفسها فيها إمكانيات محتاجة أن نحطها زي ما فأقول لك هل هناك الملاعب مجهدة أن نحن نستخدم الفار هل هذه المجهدة هل نقدر نعمل مثلا غرفة مركزية في القاهرة في اتحاد الكورة زي ما كان في كاس العالم زي ما كان في حال عندنا هذه المكانيات الناس مش فاهمة الناس مش فاهمة إيه هو الفار زي ما يستخدموا إيه التكلفة المالية وإعداد تطنيين وإعداد فنيين وإعداد حكام بشكل غير عالي ورغم هذا شفنا أن هناك أخطاء وهناك فرق الضرابة من البعض التكاليف المالية والفنية كبيرة والبيرة جدا وإصافة حيها ما سعدناش فيها بدليل يعاني كم دولة على مستوى العالمية هل بتستخدم الفار مش كتير بدليل أن الدور الإنجليزي نفسه ما بيعملهاش بالضبط نحن في الدور الأسباني سندي فقط الدور الألماني الإيطالي أولي ثلاث أربع دولة في أوروبا كلها أفريكيا ما فيش ولا دولة في خلال قد إيه تتوقع من خلال الإمكانيات المتاحة واحتمال وصول دعم من الفيفا مثلا يبقى إمتى يبقى عندنا الفار أعتقد أني ممكن معبات العام القادم ممكن يبقى عندنا ده أه لا إني أنت خلي بالك أنت لاجم قبلها بثامن شؤوس تبدأ تتمرم عليك طيب كابتن عصام عبد فتاح استصعب الفار جدا وشاف أن ده مش هو الحل وفي دول كتيرة مش مطبعها ومحتاج إمكانيات اقتصادية كتيرة جدا وإنه ممكن السنة الجاية نفكر فيه هو سأل سؤال مين طب مين اللي هتحمل تكلفة الفار المفروض اتحاد الكرة يكون اتفق مع الراعة لأنه يتحمل هذي التكلفة فجأة اتحاد الكرة أعلن لقينا الفار وهنطبق الفار والدنيا تبقى وردي كابتن عصام عبد فتاح له مدخلة مهمة جدا مع الكابتن أحمد شوير هنقف مع بعض النقاط شديدة الأهمية فيها نشوف أولا يعني بكرة الأول لقاء ليه بيرامدز مع المقاولون العرب بتاقم حكام تونسي بالزبط يا جابتن طب وليه يعني ليه هيديروا مباراة ليه اخترتوا مباراة بيرامدز المقاولين ليه مش مترو جيت والداخلية ليه مش اتحاد والانتاج ليه مش طرق الجس والاسمعين ليه مش سموحة والزمالك ليه مش إنبي والمصري ليه مش النجوم ووادي ديجلة هقول لك كابتن شوير وبكل صراحي أيوة طبعا نادي بيرامدز والشيخ تورك كان طلب حكام أجانب وكان هادل بالتنسحاب وكان 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 احنا مش عاوزين وعلى فكرة والدولة بتشجع الاستثمارات واحنا كمان بنشجع الاستثمارات الباطل القدم واحنا كمان بطلقين بتجربة نادي بيرامدز بتكليفين وعاوزينها تنجع مع علاقة الحكام بالاستثمار برضو كابتن عصام ايه علاقة الحكام بالاستثمار تفضل بكل صراح طبعا بكلمك على المكشوف تفضل طبعا يعني فلا بكلمك بكل صراحة ما عنديش حاجة كاف عليها تمام ولا بكاف من حد تمام فلا بكلمك بكل طبعا والدولة حريفة نتنجح التجربة تمام عشان نكون يعني طبعا وده حاجة كويسة وحضرتك وكل الناس دوري محترم ويبقى تسوقيا على مستوى عالي ويبقى عندنا اكتر من فريق نفس على الدوري كل ده ممتاز حضرت مشاكل كبيرة كابتن شويل قبل باية الدوري مشاكل كبيرة وكل الناس حاولوا تدخل التحكيم كل الاطراف المتنزعة حاولوا تدخل التحكيم انا خلي بالك انا بكلمك بكل صراحة نعم من الاول للاخر نعم ودخل طبعا ضيف جديد على الدوري هو نادي بيرامز والجميع رحب به شيء كويس هيدف للدوري المصري وكلنا مرحبين به وحصلت مشاكل ما بين أندية معينة مع نادي بيرامز وما بين مسؤولين والتهمات والكل حاول يدخل التحكيم خلي بالك تحكيم عاديد غروض غير عادية نصري بكل منطقية انا بقى بحي الكابتن اصمع فتاح انه تكلم صراحة وكلامه لكابتن شوير لو عدنا الفيديو تاني هتلاقوه بيقوله خد بالك حاجة انا بكلمك بكل صراحة عشان كده احنا لازم نتكلم بكل صراحة لما رئيس لجنة الحكام يقول دي تجربة لازم ننجحها يبقى لازم نتكلم بصراحة لما يقول احنا بنشجع الاستثمارات واحنا كاتتحاد طبعا مش من حق يقولك الدولة بتشجع هذه التجربة هو بيتكلم المفروض يتكلم باسم اتحاد الكورة نادي الجونة نادي استثماري وكل الانديها الخاصة في المسابقة ناديها استثمارية والنادي الاهل ونادي الزمالك ونادي الاسماعيلي كيانات شعبية كبيرة جدا لها كل الحقوق في تنافس كامل ونظيف لكن هو الرجل بيتكلم بكل صراحة بقولك احنا كاتتحاد عايزين ننجح هذه التجربة عايزين نشجع هنا بقى قلتلك ليتهم يصمتون ولكن الذين يرفضون التقاط وتلقف واللجوء الى طوق النجاح اللي هو الصمت كابتن عسام عبد فتاح هذه ليست تجربة يقيمها رئيس لجنة الحكام هذه تجربة يقيمها المجتمع الرياضي المصري كل نقاط يقدر يقول عايزينها تنجح وانا وانت وغيرنا عايزينها تنجح بيرامد بيقدم مستوى طيب لحد دلوقتي وبيقدم نجوم ما كناش شايفين اكينو اللي كل ماتيو التاني بيثبت انه خامة مختلفة خلاص كل ده جميل وعايزينها تنجح بس تنجح تنجح يعني ايه يعني انها من خلال النموذج الذي تقدمه وليس من خلال رأي رئيس لجنة الحكام لان قبل كده رئيس لجنة الحكام الذي أنصحه بالصمت ليتهم يصمتون هو والأساس سهر واتسويلم قبل ماتشات الكاس لما جه رئيس النادي اسموحة اللي هو رئيس لجنة الشباب والرياضة بقى يستنجده في الأخير يا حسب الراجل اه ده اللي حسب يا كابتن متحك اللي حسب يا الله ونعمى الوكيل انتوا ليه مش عايزين تجابلنا حكام أجانب وليه لما الأهل يطلب حكام أجانب وماتشوا مع الزمالك كما تنبغي ده قرار وزير انت لغيتها كابتن عصام من نفسك من خلال نفسك كده ماشين عليه بقى لنا 30 سنة ولا 20 سنة ونيجي بعد كده تقول على جثتي نيجي حكام أجانب يوميها قال كده ما فيش حكام أجانب هتخش مصر طيب لما تيجي استاذ عصام انتقطت بيان النادي القالي وقلت هذا بيان متجاوز واه 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 بعد انتوا حقق طلباته واحدة وردتانية هدي حكام أجانب وفيه فار هو قال ايه النادي قالي قالي حقق وحاسب انت حققت وحاسبت ما اعلنتش ده موضوع تاني التانية بلاش هذي نوعية من الحكام تتصدى وده طلب عادل جدا اللي انت حتكتشف انها مش قد المستوي طب النهاردة لو انت سكدت كان جرى ايه كان جرى كل المساء جيه حتبان منطقية الاهلة الفار بيراميز طلب الفار اتحد الكرة استجاب هذي منطق لكن تشجب وتندد وبعدين فجأة تراحب وتقول عايزين ينجح التجربة مش دورك انت معنى كده بتعلن انحيازك لشيء ضد شيء بشكل واضح اشتركوا في القناة